كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساه للبابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية ولأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه تابع بكل الأسى تطور أتحادث الحريق دعيا المولى عز وجل أن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا